يختتم غداً التصويت في جائزة الملك خالد فرع شركاء التنمية الذي يهدف إلى تحفيز وتكريم أصحاب المبادرات والتي أسمت بطريقة مبتكرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة وتشمل الجائزة ثلاث مبادرات هي مبادرة حملة أدم إضافة إلى مبادرة الحصالة وهي أيضاً مبادرة نادي كتابي وتنتهج الجائزة تطبيق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وفق الممارسات المتعارفة عليها محلياً وعالمياً